وكذلك أيضا المسلم كل مسلم له نصيب من ذلك الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية فالمسلم تكون له همة في نشر الخير وحرق على الدين ولو بأيسر الأمور والله الناس يحتاجون أقل ما عندك ولو أن تذكرهم بالله كلمة طيبة نصيحة موعظة ولو بكلمات يسيرة إذا رأيت فلانا يعصي الله تعالى كلم كلام طيب كلام تحببه إلى الله تعالى وتعلق قلب بالله تذكره بالله فما تدري كم يفتح الله تعالى لك من قلوب الناس ويتوبون بسبب كلمتك فلا تحتقر نفسك وتقول أنا ما لي علاقة بالدعوة لا هذه مسؤولية كل مسلم أنا ومن اتبعني كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحمل هم هذا الدين وكل بحسب علمه أنت ما تبلغ شيئا لا تعلمه والحمد لله الكلام في نصح الناس ووعظ الناس هذا غالب الناس يحسنونه من ما يحسن أن يقول يا فلان خاف الله اتقي الله هذا الدخان حرام هذه المسكرات حرام نظر إلى النساء حرام هذه الموسيقى التي تسمعها حرام اتقي الله الله يراك أما تخاف من الله أما تستحي من الله لا تدري لعل هذه الكلمات يسيرة لكن تخرج من قلبك بإخلاص ينفع الله بها الناس